اشتركوا في القناة كما لم تكن ظروفه بدون شوائب ولم يقف الى جانبه احد عبد احمد ذو التسعة اعوام احد ضحي القصف العشوائي للميليشيات الحوثية الذي يطال الابرياء في بيوتهم بالتحيط غظيفة غادرة سقطت على رؤسهم واختطفت ارواح تسعة منهم والده ووالدته واخته فارق الحياة امام عينيه بينما هو عجز عن الحركة بسبب قدمه اليسر التي بوترت جراء القصف الحوثي ابتسامته المكسورة تخفي وراءها الاف الاوجاع والاحزان لكن هناك نافذة امل تمثلت بخالته نادية التي وهبت حياتها للاعتناء به وتحاول جاهدة توفير سول العيش الكريم له في ظل انقطاع كل سول الحياة رغم اصابتها بشضايا القذيفة الحوثية في الحادث نفسه ايو شضايا واني حامل باكو بكتن مخاء فارطولي بطنين خرجوا ليهم املية خرجوا ليهم شضايا بقدم شضايا وله خرجت القفل طبيعي هذه واحدة من قصص المعاناة التي تسببت بها الميليشيات الحوثية لاطفال كانوا ولا يزالون يحملون الحلم بمستقبل افضل تحاول الميليشيات قتل احلامهم ببتر اطرافهم في ظل انعدم كل وسائل الرعاية من المنظمات او الجهات الحكومية المعنية